الالترافايلوت ده له سبكترم شكله مميز جدا بنلاقي عندنا ان الشمس لو احنا بصينا عليها هنلاقي ان السبكترم بتاعها السبكترم جاي لنا منها لو احنا اثناء بيطلق هو الكيرف اللي احنا شايفينه تحت ده. لو احنا قارنناه بالبلاك بودي رادياشن عند خمس ساف تلاف تليم يتدريه كايلون هلاقي ان فيه اناس نفس الشكل تقريبا بين ده وبين ده. فممكن نتخير ان احنا عندنا الشمس الترجى حوالي خمس ساف تلى ميت ديجري كايلون. وغالبا في عند البلاك بودي رادياشن دوتنلاقي البيك بتاعتنا بتبقى عند حوالي خمسمائة نانوميتر بتبقى عند الون الأخضر. الى بيحصل عندنا في جاييرنا من الشمس ده. بيبقى في جزء كبير منه بيبقى ابزوربت في ال اوزون لاير اللي هي ال او ثري لاير اوكي من 200-320 نانو ميترز. الملاكية ال او الموجود في الجاو بيابزورب اي حاجة اقل من 180 نانو ميتر. الالترافايلوت سبكترم ممكن احنا نقسمه لعدد من البنز. يو اي اي واليو في بي واليو في سي هم اهم ثلاثة لان هم ليهم بيولوجيكال سيجنيفكنس. اي حاجة اكتر من كده بتبقى مور لايك لان هي تبقى ابزورب في الاتموسفير فمنهاش اي بيولوجيكال سيجنيفكنس لان هي بتبقى ثيوريتيكال يعني بيبقى فيه مثلا بتعملها بطريقة مش بتبقى موجودة في السبكترم بتاع الشمس. فهم دول الثلاثة اللي احنا بنهتم بيهم. لو احنا بصينا بقى الافاكت بتاع الالترا فيلوت بالنسبة للبناء ده مواحده من الحاجات اللي ممكن يأصر عليها هو الدي اي اي. دي اي الى موجود في كل السيه بتاعت البناء اي بمين. فاللي بيحصل ان احنا عندنا اليو في رادياشن ممكن هو يكسر الدي اي اي دوت. فاحنا ممكن نرسم كرفيات بقى الالترا فيلوت رادياشن اه ويته بالافاكت بتاعها على الايه? على يعني على الدي اي اي او سينستيفية بتاع الدي اي اي او للسبكترم اللي هو جايلي يدود. فبلاقي ان احنا عندنا بتاعت الدي اي دي بتاعلى جامد جدا لما يكون الشمس متعمدة عندي زيرو ديجريز يعني تعامد بتاع الشمس. لما بتكلم على الظهرية مثلا بيبقى شمس متعمدة على الارض. فبنتكلم على ان اعلى للدي اي دامج. بالنسبة الالتر فالب بتبقى موجودة عندي زيرو ديجريز. لما تبقى اربعين تبقى تخف شوية لما تبقى ستين درجة تبقى في اكتر. فعشان كده الناس بتقول ان مثلا الناس مفروض ما تتعرضش للشمس في الوقت بتاع الظهرية. علشان بيبقى فيه فعلا اكتر بكتير جدا في الوقت بتاع الظهرية عن الوقت بتاع الصبحية بدري او العصر مثلا او وقت قبل المغرب على طول. عشان بيبقى الانجل بتاع الشمس بتفري اجامد جدا 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 جدا. في بتاعت الهيومن دي ايه للايه? بتاع الهيو فيي اللي جاي من الشمس. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر